السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً طلابي وطالبات الأعزاء بالصف الثاني متوسط أهلاً وسهلاً بكم في حصة جديدة من مادة الدراسات الاجتماعية طلابي وطالبات الأعزاء كنا قد تحدثنا في الحصة الماضية عن ثاني دولة ظهرت في التاريخ الإسلامي بعد الدولة الأموية وتحدثنا في الحصة الماضية عن الدولة العباسية وتعرفنا على مجموعة من المعلومات عن هذه الدولة اليوم بمشيئة الله تعالى نستكمل أيضاً الدولة العباسية ومراحل بهور هذه الدولة الثانية في التاريخ الإسلامي لكن قبل ذلك كما اعتدنا في بداية كل حصة نبدأ بمراجعة سريعة بدرسنا في الحصة الماضية نبدأ سوياً طلابي وطالباتي بالسؤال الذي يظهر أمامكم الآن على الشاشة والذي يقول علل أو عللي عزيزة الطالبة أختيرت خرسان مكاناً لانطلاق الحركة العباسية لماذا اختار العباسيين إقليم خرسان ومدينة مرو تحديداً لانطلاق الدعوة العباسية في تلك الفترة؟ نفكر قليلاً أحسنتم رائعين لبعدها عندي مشق مركز الخلافة الأموية أو الدولة السابقة فكان العباسيين أذكياء في اختيار مكان بعيد جداً عن مقر الخلافة الأموية أو الدولة السابقة ننتقل أيضاً إلى السؤال الذي يليه طلابي وطالباتي والذي يقول أيضاً علل أو عللي عزيزة الطالبة تسميت الدولة العباسية بهذا الاسم نفكر قليلاً ونستذكر دروسنا في الوحدة الماضية الوحدة الأولى حيث قلنا أن الدولة الأموية سميت بهذا الاسم نسبة إلى جد الأمويين أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الدولة العباسية لماذا اختير لها هذا الاسم يا ترى؟ نفكر قليلاً ونسترجع شجرة نسب خلفاء الدولة العباسية أحسنتم إذن نسبة للعباس بن عبد المطالب عم الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام فكان اختيار اسم العباسية نسبة لعم الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام نبتدأ الآن طلابي وطالباتي بالتعرف على الأهداف التي نرجو أن نحققها سوياً في نهاية حصتنا لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى في البداية طلابي وطالباتي نريد أن نصمم خارطة معرفية لأقسام العصر العباسي بعد ذلك نريد أن نستنتج كم يا ترى هي مدة الحكم العباسي بعد ذلك نريد أن نفسر بروز عدد من خلفاء العصر العباسي الأول ثم بعد ذلك نريد أن نعدد طلابي وطالباتي العزيزات أبرز خلفاء الدولة العباسية بعد ذلك نريد أن نوضح كيف تمكن أبو العباس من تثبيت حكم الدولة الأموية في تلك الفترة ثم بعد ذلك أيضاً نريد أن نعلل طلابي الأعزاء طالباتي العزيزات سبب بناء الخليفة أبو العباس لمدينة الهاشمية نبدأ سوياً أنا وأنتم نتعرف على عناصر ونقاط درسنا لهذا اليوم سوياً بمشيئة الله في البداية طلابي وطالباتي نحن نعرف أن الدولة العباسية أنشئت في نفس الفترة التي سقطت فيها الخلافة الأموية عن 132 للهجرة ودام الحكم العباسي إلى سنة 656 للهجرة هي فترة زمنية طويلة فانقسم التاريخ العباسي طلابي وطالباتي فيها إلى عصرين أساسيين نتعرف أنا وأنتم على هذين العصرين بنقاط بسيطة على شكل خارطة معرفية انقسم العصر العباسي أو العهد العباسي إلى عصرين لدينا العصر الأول والعصر الثاني نتعرف على العصر الأول متى بدأ؟ بدأ العصر الأول منذ بداية إنشاء الدولة العباسية سنة 132 للهجرة ومتى انتهى هذا العصر؟ انتهى إلى سنة 232 للهجرة ما هي السمة البارزة في هذا العصر العباسي الأول؟ اتسم هذا العصر العباسي الأول بالقوة والازدهار فكانت الدولة العباسية خلال هذه الفترة الزمنية في العصر الأول دولة قوية ومزدهرة ننتقل إلى العصر الثاني أيضا بنفس الخطوات نريد أن نعرف متى بدأ ومتى انتهى وما هي السمة البارزة في هذا العصر العصر العباسي الثاني طلابي وطالبات الأعزاء بدأ في عام 232 أي بعد انتهاء العصر الأول ومتى انتهى في عام 656 للهجرة أي السنة التي سقطت فيها الدولة العباسية بماذا اتسم هذا العصر يا ترى؟ أحسنتم إذن اتسم بالضعف والانحسار وما معنى الانحسار أي تقلص مساحة الدولة العباسية في تلك الفترة فكان العصر الأول هو عصر القوة والازدهار والعصر الثاني عصر الضعف والانحسار ظهرت الدولة العباسية طلابي وطالباتي في عام 132 للهجرة كما ذكرنا في نفس السنة التي سقطت فيها خلافة الأمويين في دمشق وسقطت في عام 656 فكم دام الحكم العباسي يا ترى طلابي وطالباتي؟ أحسنتم هنا نستعين بمادة الرياضيات حتى نتمكن من إيجاد الفترة الزمنية التي استمر فيها الحكم العباسي أحسنتم إذن من خلال إجراء عملية الطرح سنة 656 ناقص 132 كم يصبح لدينا الناتج؟ نفكر قليلا ونجري العملية الحسابية أحسنتم رائعين إذن دام الحكم العباسي فترة زمنية طويلة جدا بلغت 524 عاما لذلك العصر العباسي انقسم إلى عصرين في بدايته كان قوة وازدهار وفي نهايته كان عهد ضعف وانحسار ثم سقطت الدولة العباسية دامت الدولة العباسية طلابي وطالبات كما ذكرنا قرابة 524 عاما تولي في هذه الفترة الزمنية 524 عاما كم خليفة تولي فيها 37 خليفة وهنا نسترجع معلومات درسنا في الحصة الماضية الدولة الأموية التي دام حكمهم 91 عاما كم خليفة تناوب في حكم الدولة الأموية؟ نسترجع معلوماتنا السابقة أحسنتم 14 خليفة وهنا لدينا الدولة العباسية عدد الخلفاء أكثر فيبلغ عددهم 37 خليفة نظرا للفترة الزمنية الطويلة لبقاء الخلافة العباسية أول خلفاء الدولة العباسية الذين تولوا الحكم في الدولة العباسية يا ترى من هو؟ هو أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي هو أول الشخصيات التي توليت الخلافة في الدولة العباسية ومن هو آخر خلفاء الدولة العباسية الذي على يديه سقط الحكم العباسي؟ أحسنتم إنه عبد الله بن منصور والذي يلقب بالمستعصم بالله إذن لدينا أول خلفاء الدولة العباسية من هو؟ هو أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي وآخرهم هو عبد الله بن منصور الذي يلقب بالمستعصم بالله طلابي وطالباتي أتمنى أن تكون الكتب الدراسية برفقتكم الآن حتى نبحث أنا وأنتم سويا عن السبب في العبارة التالية تحديدا في أي صفحة؟ في صفحة 46 نريد أن نبحث لماذا برز عدد من الخلفاء العباسيين في العصر الأول؟ ما هي الأسباب التي ساعدت على بروز هؤلاء الخلفاء العباسيين؟ تحديدا في العصر الأول الذي اتسم بالقوة والازدهار ممتاز إذن لدينا كما هو موجود لديكم في الكتاب المدرسي عدة أسباب نتعرف عليها أنا وأنتم فأولا استطاعوا هؤلاء الخلفاء إظهار قوة الدولة العباسية لذلك هم برزوا لأنهم أظهروا قوة هذه الدولة أيضا بسطوا سلطتهم على أملاك الدولة الأموية السابقة فتمكنوا من السيطرة على جميع أملاك الدولة الأموية معدى الأندلس أيضا من الأسباب التي ساعدت على بروزهم أنهم توسعوا في ممتلكاتهم أيضا قضوا على الفتن المناوية لهم فساعد هذا على أن يبرز مجموعة كبيرة من خلفاء العصر الأول في تلك الفترة حيث تمكنوا من القضاء تماما على الفتن المناوية لهم أو المعارضة لهم أيضا اهتم خلفاء الدولة العباسية طلابي وطالباتي بالجوانب الحضارية المتنوعة للدولة ولعل أبرز ما يميز التاريخ العباسي طلابي وطالباتي هو النمو الحضاري المتميز في تلك الفترة التي حكمت فيها الدولة العباسية نحن نعرف أن عدد خلفاء الدولة العباسية طلابي وطالباتي يبلغ 37 خليفة في منهجنا لهذا الفصل الدراسي بمشيئة الله تعالى سوف نتعرف على أبرز هؤلاء الخلفاء وهم أربعة من أبرز الخلفاء الذين كانت لهم بصمة في التاريخ العباسي أولهم لدينا الخليفة أبو العباس عبد الله بن محمد ثم بعد ذلك لدينا الخليفة الثاني هو أبو جعفر أيضا عبد الله بن محمد بعد ذلك لدينا الخليفة محمد الهادي وأخيرا لدينا الخليفة هارون الرشيد فهؤلاء الأربعة هم أبرز خلفاء الدولة العباسية الذين كانت لهم بصمات واضحة في التاريخ العباسي نبدأ بالحديث الآن طلابي وطالباتي عن أول هؤلاء الخلفاء بشكل مفصل وهو الخليفة الأول من أبرز خلفاء الدولة العباسية وهو أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي متى تولي الخلافة أثناء فترة ظهور وتأسيس الدولة العباسية سنة 132 للهجرة فهو أول خلفاء هذه الدولة ودامت فترة حكمه إلى سنة 136 للهجرة ما هي أبرز المعلومات عن أبو العباس أول خلفاء الدولة العباسية عبد الله بن محمد أول معلومة أنه ولد في الحميمة وماذا نعرف عن الحميمة طلابي وطالباتي أحسنتم هي مكان التخطيط والتنظيم للدولة العباسية في تلك الفترة ونشأ فيها ثم انتقل إلى مدينة الأنبار فكان مكان ولادته هي مدينة الحميمة ونشأ فيها ثم انتقل بعد ذلك إلى الأنبار متى توفي أبو العباس طلابي وطالباتي توفي في مدينة أيضا الأنبار في عام 136 للهجرة بعد وفاته كان أبو العباس قد عهد بالخلافة لأخيه من بعده أبي جعفر المنصور حتى يصبح هو الخليفة الثاني من خلفاء الدولة العباسية وهنا نستنتج أن الدولة العباسية أيضا مشابهة للدولة الأموية حيث أن نظام الحكم فيها نظاما وراثيا لدينا هنا طلابي وطالباتي هذا السؤال والذي يقول كم سنة دامت خلافة أبو العباس نحن نعرف أن أبو العباس تولي الخلافة سنة كم طلابي وطالباتي عن 132 للهجرة أي أنه هو أول خلفاء هذه الدولة ومتى توفي رحمه الله سنة 136 للهجرة أيضا من خلال مسألة الرياضية إجراء أي عملية أحسنتم أيضا عملية الطرح نطرح 136 سنة الوفاء من سنة توليه الخلافة 132 ويصبح الناتج لدينا أربع سنوات فاستمرت فترة حكم الخليفة العباسي الأول أبو العباس مدة أربع سنوات ما هي أبرز أعمال الخليفة أبو العباس عبد الله بن محمد طلابي وطالباتي أبو العباس كان لديه مجموعة من الأعمال الجليلة في فترة خلافته أول هذه الأعمال أنه ثبت الحكم في الدولة الأموية وكيف يا ترى تمكن من تثبيت الحكم أحسنتم من خلال القضاء على الدولة الأموية وكافة الأموين والمعارضين له فحتى يضمن استثباب دولته يجب القضاء على الدولة السابقة الدولة الأموية وجميع المعارضين له هنا تمكن من تثبيت حكم الدولة العباسية أيضا من الأعمال الجليلة لأبو العباس عبد الله بن محمد أنه بنى مدينة جديدة وهذه المدينة أطلق عليها اسم مدينة الهاشمية تحديدا في الأنبار في إقليم العراق في تلك الفترة يريد أن نفكر طلابي وطالباتي لماذا يا ترى قام أبو العباس ببناء هذه المدينة مدينة الهاشمية نفكر قليلا ونسترجع ما هي عاصمة الدولة الأموية أحسنتم إذن الدولة الأموية كانت عاصمتهم دمشق وأبو العباس بنى مدينة الهاشمية لماذا؟ أحسنتم حتى يجعلها عاصمة للدولة العباسية إذن السبب الذي جعل أبو العباس يبني مدينة الهاشمية في الأنبار حتى تصبح هي عاصمة للدولة العباسية في تلك الفترة أيضا طلابي وطالباتي الأعزاء من الأعمال الجليلة للخليفة أبو العباس عبد الله بن محمد أنه وضع منارات وعلامات على الطريق بين مكة والكوفة هنا أيضا نريد أن نعلل ونذكر السبب لماذا حرص أبو العباس أن يضع مجموعة من العلامات على الطريق الرابط بين مكة والكوفة؟ أحسنتم رائعين ليهتدي بها الحجاج والمسافرين حتى لا يتيه الحجاج والمسافرين عن الطرق الصحيحة فقام بوضع مجموعة من العلامات ليهدي بها الحجاج والمسافرين بين مكة المكرمة والكوفة إلى هنا طلابي وطالباتي الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية الحصة لكن نريد أن نسترجع النقاط الرئيسية لدينا في درسنا لهذا اليوم أول المعلومات التي نريد أن نسترجعها هو أن نجيب على هذا السؤال أكمل أو أكملي الخارطة المعرفية التالية انقسم التاريخ أو انقسم تاريخ الدولة العباسية إلى عصرين ولدينا هنا خارطة معرفية نريد أن نقوم بملء الفراغات حتى تصبح مكتملة لدينا أحسنتم إذا ننقسم إلى عصرين العصر الأول والعصر الثاني ما هي أبرز مميزات العصر الأول طلابي وطالباتي؟ أحسنتم أنه بدأ تحديدا في سنة إنشاء الدولة العباسية وهي عام 132 للهجرة وانتهى العصر العباسي الأول في سنة 232 للهجرة ما هي السمى البارزة للعصر العباسي الأول طلابي وطالباتي من خلال سير الدرس؟ أحسنتم أنه اتسم بالقوة والازدهار فكانت الدولة العباسية في العصر الأول تتسم بالقوة والازدهار العصر العباسي الثاني طلابي وطالباتي كان أيضا قد بدأ في عام 232 أي في العام الذي انتهى فيه العصر العباسي الأول عصر القوة والازدهار وانتهى العصر العباسي الثاني سنة 656 وبما أن العصر الثاني كان في نفس الفترة التي سقطت فيها الخلافة العباسية فهو يتسم بماذا؟ بالضعف والانحسار أي تقلص مساحة الدولة العباسية فلدينا الآن العصر الأول والعصر الثاني للدولة العباسية ننتقل أيضا طلابي وطالباتي الرائعين إلى السؤال الثاني والذي يقول قارن أو قارني عزيزة الطالبة بين الدولة الأموية الدولة السابقة في الوحدة الأولى والعباسية من حيث مدة الحكم وعدد الخلفاء نبتدي أولا في الدولة الأموية كم سنة استمر حكم الخلفاء الأمويين؟ أو كم سنة دام حكم الدولة الأموية؟ أحسنتم إذن استمر واحد وتسعين عام أما الدولة العباسية طلابي وطالباتي فقد استمر حكمهم خمسمائة وأربع وعشرون عاما فكانت فترة زمنية طويلة لذلك انقسم العصر العباسي فيها إلى عصرين عصر القوة والازدهار وعصر الضعف والانحسار نأتي إلى مجال المقارنة الثاني وهو عدد الخلفاء كم يبلغ عدد خلفاء الدولة الأموية خلال الواحد والتسعون عاما التي استمرت فيها هذه الدولة؟ أحسنتم إذن أربعة عشر خليفة ننتقل إلى دولتنا لهذا اليوم الدولة العباسية خلال الخمسمائة وأربعة وعشرون عاما كم خليفة تناوب على حكم هذه الدولة؟ ممتاز إذن سبع وثلاثون خليفة فبالتالي عدد خلفاء الدولة العباسية أكثر من عدد خلفاء الدولة الأموية أيضا نأتي طلابي وطالباتي إلى السؤال الثالث لدينا ضمن تقويم الدرس والذي يقول أكمل أو أكملي عزيزتي الطالبة الفراغات التالية لدينا مجموعة من العبارات نتعرف عليها أول عبارة لدينا تقول ولد أبو العباس في مدينة فراغ وتوفي في مدينة الأنبار في أي عام يا ترى وعهد بالخلافة لأخيه من؟ نبدأ نسترجع المعلومات وأيضا بإمكانكم أعزاء الطلاب عزيزتي الطالبات الاستعانة بالكتاب المدرسي واستخدام مهارة البحث للبحث عن الإجابات حتى نملأ الفراغات الموجودة أمامكم على الشاشة نفكر قليلا إذن أين ولد أبو العباس؟ أول خلفاء الدولة العباسية في أي مدينة يا ترى؟ أحسنتم رائعين إذن ولد في مدينة الحميمة متى توفي يا ترى؟ توفي في مدينة الأنبار لكن في أي عام يا ترى؟ هو تولى الخلافة سنة 132 واستمر فيها مدة أربع سنوات فكم يكون تاريخ وفاته؟ نفكر قليلا أحسنتم رائعين إذن توفي سنة 136 للهجرة العبارة الأخيرة تقول عهد أبو العباس بالخلافة من بعده لأخيه من هو أخيه الذي تولي الخلافة بعده مباشرة؟ أيضا نبحث في الكتاب المدرسي ونسترجع المعلومات أحسنتم إذن لأخيه أبي جعفر المنصور إلى هنا طلابي وطالبات الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا لهذا اليوم ألتقيكم بمشيئة الله تعالى في الحصة المقبلة حتى نستكمل أبرز خلفاء الدولة العباسية دمتم بود دمتم بود